عاش سكان العاصمة نوكشو تجوى انتخاب المجالس البلدية والجهوية والبرلمانية التي جرى تمسي في ظروف مرضية حسب المراقبين وبينما يترقب السكان ما ستفصح عنه صلادق الاقتراع يعلقون آمالا كبيرة على اختياراتهم في تسريع عجلة التنمية وتحقيق الرفاه المشود شكل يوم الثالث عشر من مايو فرصة للمواطنين لممارسة حقهم بالاقتراع الحر واختيار ممثليهم في الدوائر الانتخابية لإيصال صوتهم وحل مشاكلهم والعمل على تجسيد تطلعاتهم انتخابات جرت في ظروف مرضية طبعها الهدوء والانضباط بالإجراءات القانونية حسب ما لاحظه المواطنون خلال عمليات التصويت في العاصمة نوكشو ما ستقوله ما شاء الله زي ما شفنا ما لاحظنا في شي كيف التصوير وذلك ما شاء الله كان زرق زي هذه الانتخابات التي كانت ختامها بالأمس بالتصويت على المرشحين إجراءت في ظروف جيدة يطبعها الشفافية التامة وحرية الناخبين بتوجه المكاتب والتصويت لاختياراتهم بدون ضغط وبدون أنهم يجبروا أي عرغلة في مكاتب التصويت لذلك كانت إجراءت في ظروف أمنية والسيابية تامة آمال كبيرة والتطلعات يعلقها المواطنون على المنتخبين في تشكيل كتلة متحدة وقادرة على التغير والبناء الذي يطمحون إليه في بلدهم نحن مسؤولين أمام الله عن الصوات اللي يعطينا الحمد لله ما ظهر لأنفهم حتى أعطى الصوت يكون مقتنع هو لأنه مؤمل فيه للشعب الموريتاني بالفعل نحتاجه للمزيد ومازال خاصنا ياسر غير التوجهات اللي نراعه فيها ذلك حسب الله ربنا لأنها لا متقدمة للأحسن وأنها تلود الأحسن تخلنا وزرقنا والحمد لله لذلك الشخص اللي مأملين نحن أنه يقدوا يعد فيه خير المسلمين كامل حنان طبعاتنا واللي نطلبه عن الموريتاني يا الله يعود موريتاني ويا الله تعود الناس تسعى من أجل مصلحة موريتاني كنا أحد يزرقنا لحد منا والله زرقنا لحد منا نأمل فيه أن نعود في مصلحة عامة للشعب الموريتاني الخصوصيات شاهدناهم شفنا التمويل شفنا الناس اللي اكتسبت من الموال العام وإذا ظهروا فوق الناس كاملة شافتوا ولكن دور الناس يتصحح أخطاع اللي منها متأكد أنه كانوا عنده أخطاع يتراجع عن ذلك ويسير الموريتاني بطريقة حسنة وتعد عنده نية حسنة اتجاه الشعب الموريتاني بكافة الدوائر وجهاته عملية ديمقراطية المحرك الرئيسي والأساسي فيها المواطن من المتظر أن تسهم في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل أهم ركائز تنمية المستديمة ترجمة نانسي قنقر